نقلت صحيفة حريت ديلي نيوز التركية عن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردغان قوله إنه رفض طلبا من الدكتور محمد البرادعي نائب الرئيس المؤقت للقائه وقال أردغان إنه أخبر البرادعي بأنه لن يعقد أي محادثات مع مسؤولين لم يأتوا للسلطة عن طريق الانتخابات وكانت الخارجية المصرية قد عبرت عن السيائها مما وصفته تدخلا تركيا في الشأن المصري